السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتقال الشمس من برج الدلو لبرج الحوت فعشان هيك كل عام وموليد برج الحوت بما انه رح يقترب عيد ميلادهم فكل عام وهم بألف خير طبعا اليوم حلقتنا عن انتقال الشمس اللي رح تنتقل صباح يوم الاثنين تسعتاش اثنين ساعة اربعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من برج الدلو لبرج الحوت ورح تظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة ثلاثة وست دقائق من صباح يوم الاربعة عشرين ثلاثة فخلال الفترة المذكورة بيجتاز موليد الابراج المائية زي الحوت والسرطان والعقرب وايضا موليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي فترة ايجابية افضل بكثير من الاسابيع الماضية ولكن اكثر المتضررين من هذا الانتقال اللي هو انتقال الشمس عنا اول شيء موليد برج الحمل لانه رح يكون موجود في بيت متاعبهم وايضا موليد برج الميزان لانه البيت السادس لالهم اللي بيتعلق بالصحة وبيتعلق بالعمل ومعني شوية اقل ضررا هم موليد برج العذراء لانه رح يكون مقابلهم بالنسبة للصفات الاساسية للشمس اذا كانت سعيدة بتعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم والنشاط والقيادة والاستقلالية اما في حالها كانت سلبية فتعطينا الغرور والانانية والديكتاتورية والتحكم وفرض الرأي والسيطرة طيب عشان نحدد اول شيء مين يعني وجود الشمس بالحود رح تكون ايجابية ولا سلبية فمعناته لازم نطلع على الزوايا نشوف الزوايا لانها هي اكثر اشي بيتحكم بسعودة ونحوص الكوكب اثناء وجوده في اي برج واي كوكب دائما مننظر للزوايا فعشان نعرف هذا الحكي لازم نشوف خلال فترة مقوث الشمس في برج الحوت الزوايا الكبيرة اللي رح تتشكل مع الكواكب الاساسية ايش رح تكون يوم 28 اثنين في عنا زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه فيما مضى وبتزداد توجهاتنا لاجراء الاتصالات او التنقلات او السفريات الضرورية تجلبنا الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات نجاح ادبي وايضا بمشارعنا الحالية يجب علينا تركيز مجهودنا على اهداف محددة وهذا الاتصال ايضا مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة او الزواج اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية في نفس اليوم يوم 28 اثنين زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل فهي الزاوية بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها بذل جهد وتصميم وارادة لتجاوزها تجعلنا انانيين قاسيين عندين بتعرضنا لصعوبات في انجاز مشاريعنا وانعكاس وانقلاب الوضع عنا علينا مراقبة صحتنا المهددة بالارهاق بتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطرابات في البورصة والقيم وقلة اهتمام الحكومة بدور العجز والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الامني على الشعب كما انه بزيد نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية راح تكون يوم واحد ثلاث زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري هاي الزاوية اجمالة بتدفع بحضوذنا بصورة عامة في شتى المجالات وبتقوي ارادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وامكانية انه يكون لنا دور اجتماعي مهم برضو ممكن انحقق في حياتنا المهنية والمادية نوع من انواع التقدم وبتربطنا علاقة مهمة ونافعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية راح تكون يوم تسعة ثلاثة وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين اورانوس هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الادارية بتضفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدث لدينا وبتمنحنا الابتكار وموهبة الاختراع والانجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيد مع الاصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم وبرضو ممكن يصير في نوع من انواع التغييرات المفيدة اللي تخرجنا من رتابة الروتين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية راح تكون يوم سبعة عشر ثلاثة زاوية اقتران ممتزجة ومعنى ممتزجة انها خليط ما بين سعادي ونحوسة في نفس الوقت هي ما بين الشمس وما بين نبتون من ناحية ايجابية فهي بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث لدينا وبتجعل البعض من ناحية سلبية يعيش في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع ما بين شك وغيره ومعنى احلام واضغاث احلام وهي الامور وايضا سياسيا او دوليا فهي بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومي ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن او البواخر وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او لحكومي ما او التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفان وربما يكون هناك تسرب للغاز او حوادث تسمم جماعي وايضا ارتفاع في اسعار النفط او الغاز زي ما لاحظنا انه الزوايا ممتزجة يعني في خليط ما بين ايجابية وما بين سلبية ولكن بظل في يعني الايجابية تطغى اكثر ولكن الحذر رح يكون على انه اذا بدنا نوقع على اوراق او على معاملات او نبدأ عمل جديد بدنا ندقق بالتفاصيل وايضا نحاول انه ما نتبع الافكار يعني اذا شكينا بشيء بدون دليل نبعد عنها لازم يكون في معنى دليل علشان ما يتلعب بمزاجنا الشك والغيرة والأوهام اللي ممكن يعني تمر في خيال اي شخص فينا بالان خلينا نشوف ايش التأثيرات رح تكون على جميع الابراجة واكثر المزايا الايجابية او السلبية اللي رح تيجي لكل برج عشان ناخذ كل الاحتمالات نازم تسمع برجك وتسمع طالعك برجك هو العالم كيف بيتعامل معك او محيطك كيف بيتعامل معك وبأثر عليك ولكن الطالع انت كيف بتفكر وانت كيف تتعامل ونفسيتك كيف بتكون برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هنا منحكي انه الشمس في الحوت بيت متاعبك يعني بينعكس عليك بشكل سلبي هي هاي تعتبر اخر منزلة قبل وجود او انتقال الشمس لعندك فهي بتكون المصفاية او الغربلة او اللي هي نهاية كل شيء لبداية كل شيء فهذا الشهر هو شهر اللي انت بتنهي كل متاعبك او الاشخاص المتعبين والمرهقين الاشياء والقرارات اللي سببت لك نوع من انواع الضغط والاكتئاب في الفترة الماضية فمن الان بتبدأ انك تلغي هذا الشخص يطلع من حياتي وهذا الف مبروك رح يكمل معي العام القادم اللي هو الغربال بمعنى اخر فعشان هيك بتكون فترة فيها صعوبة لانه ممكن ننصدم باشخاص او بقرارات او باشياء معينة ما كنا متوقعينها فبينعكس هذا الامر عليك بشكل سلبي لانه الطاقة اللي بتيجي اضعف اشكالها واكثرها سلبية بالنسبة للك لا سيما ايضا في المجال الصحي لانه جسمك كيكي بيكون ضعيف وطاقته ضعيفة فممكن تتعرض لبعض الوعكات الصحية او الامراض الطارئة اللي ممكن انها تقلق راحتك عليك الانتباه لصحتك بشكل كبير واتباع برامج غذائية دقيقة والابتعاد عن كل محاولة لخرق القوانين اي شو ما كان شكلها لانه ممكن انك تتعاقب عليها بطريقة ما فعشان هيك برضو بدك تنتبه من العلاقات الخفية اللي ممكن انها تضر فيك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يعني احنا ما بننكر انه اقتراب الشمس من بيت ضاغط عليك اللي هو بيت المتاعب ولكن انه ما زالت فيه فرص في هذا الشهر على مستوى الاصدقاء اللي ممكن انهم يمنحوك القدرة على اكتساب بعض المسائل او اكتساب بعض الاصدقاء والرغب في تنظيم ندوات او تجمعات او منظمات اكتساب العملاء والانصار من حولك اللي ممكن انك تنجح بشكل مباشر في هذا الامر برضو ممكن تلتقي باصدقاء ما كنت يعني ما شفتهم من فترة طويلة بشكل مفاجئ او بمناسبة او باحتفال ممكن اتأسس لعمل مع احد المقربين منك هذا الشهر فيه نجاحات اجتماعية وتعزيز لسمعتك ومكانتك في الوسط المحيط بعض اللقاءات اللي ممكن تجعل من اسمك ينتشر بين الناس بشكل ايجابي فعشان هيك بدك تستفيد من هاي الفترة ولكن بدك تحذر من الاشخاص اللي بيدعوا صداقتك وبيحاولوا خداعك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الان دخول الشمس لبيت السمعة لبيت الترقي او الترفيعات فبالنسبة لعلك هذا بيكون يعني شيء انت مهتم فيه بشكل كبير في تقديم صورتك للاخرين بالشكل الامثل وممكن تبالغ في ذلك شوي او تعمل على الدفع بمصالحك للامام عشان تثبت قدرتك على تحقيق وانجاز الاعمال على اكمل وجه بتكون مدير ناجح في هاي الفترة ولكن بدك تحذر من المبالغة في فرض القوانين لانه تأثير الشمس في الجدي عفوا في الحوت بيكون سلبي لانه اذا بالغت في هذا الاشي يعني ما رح يكون لمصلحتك ما ممكن تتعرف على صديق جديد يكون له دور فاعل في حياتك من الفترة القادمة ايضا على المستوى الاجتماعي ممكن تستعين ببعض الاشخاص اللي يساعدوك في امر ما ولكن لا تنسى انه هذا بيت السمعة يعني لا مجازفات ولا مغامرات ولا تهور بهاي الفترة وحاول انك ما تشوه سمعتك باي تصرف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الشمس الان موجود في بيت السفر والدراسات العليا والتنقلات والاستراد والتصدير والدورات التعليمية يعني بشتى المجالات اليجابية وحتى لها في بعض الامور العاطفية ممكن هاي الفترة تفتح امامك طرق واسع للسفر خارج البلاد او للهجرة او دراسة خارج البلاد او التعرف على اشخاص خارج البلاد او اجانب اه ممكن تنظيم رحلة من ضمن جروب سياحي او منظمات رسمية او حكومية اه في فرصة مهمة لتوقيع عقود عمل في الخارج او الحصول على قبول جامعي في احدى الجامعات العالمية في كثير من الاشخاص ممكن يقدموا لك يد العون والمساعدات في ذلك وخصوصا اذا كانوا اجانب عنك او من خارج البلاد بتكون نشط بشكل واضح في الاتصالات الخارجية اه التجار برضو عندهم فرص مهمة لتنظيم عملية الاستراد والتصدير او الحصول على وكالات تجارية حقيقية او منافسة في هاي الفترة اه برضو اللي بكون عنده دعاوة قضائية اه هنا بالفترة هاي يعني بتصير القضية لصالحك اكثر او بتاخد مجرها اكثر بشكل علني وقطعي يعني في كثير من المزايا حتى على المستوى العاطفي والارتباط باشخاص او البحث عن جنسية مثلا يعني بتفتح مزايا كثير هاي الامور برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد لا شك انه وجود الشمس في البيت الثامن يعني هي في موقع يعني منقدر نحكي افضل من الشهر الماضي صحيح انه البيت الثامن له علاقة بالاموال المشتركة اه فهو موقع مريح شوي ماليا انه بريحك على مستوى المالي او حلول لبعض الامور المالية او البيتية او العقارية في ايجابية حقيقية بتجيك من مكاسب مالية لا سيما عن طريق اموال منقولة عن ارث عن نقل ملكية عن هبات ما عن طريق الزوج او الزوجة او تعويضات من وظيفة او اموال مشتركة ممكن ايضا يجي عن طريق قرد بنكي بامكانك القيام بعمليات بيع او شراء تتعلق بالعقارات بشكل ناجح في هاي الفترة ولكن زي ما حكينا بدك تتأكد من العقود ممكن تحس في بعض الاوقات بوهن او تعب او عدم الرغبة بالقيام باي عمل في هاي الفترة حاول انك تخلد الى الراحة حاول انك ترفع عن نفسك قليلا حاول انك ما تخلي الاكتئاب يسيطر عليك عشان تقدر تنجز بعض الاعمال المهمة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا دخول الشمس لبيت شراكتك يعني مقابلك تماما صحيح انه بيمنحك القدرة على النظر لا علاقاتك العاطفية او العملية او لا الامور اللي تتعلق بالزوج او بالزوجة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبتحاول التفكير بشكل جدي لامور تتعلق بضبطها او الابتعاد عن كل شيء بيثير الشبهات او الشكوك حول طبيعة علاقاتك بتفتقد هاي الفترة للحميمية او الدفئ في التعامل مع الشريك العاطفي ولكن وجود الشمس رح يفيد في امور شراكاتك العملية لانها رح يعني بتاخذ الشكل المنطقي اكثر اللي يعتمد ما بين الشركاء بتعمل على وضع الامور في نصابها الصحيح ممكن انك تصاب بخيبة امل او باحساس بالفشل ولكن لا تبالغ في هذا الامر ابعد عن المواجهات ابعد عن العصبية ابعد عن الحدية ما تتخذ قرارات حاسمة وفيصلية وخصوصا فيما يتعلق فيك وفي زوجتك او زوجك في هاي الفترة راجع الامور وادرسها وتمهل ما تتخذ قرارات متسرعة ولكن بتمدك الشمس بالطاقة اللازمة للدفع بمصالحك للامام برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا دخول الشمس للبيت السادس يعني بيت الصحة والعمل يعني شوي ممكن تعمل على تعزيز علاقاتك بزملائك بالعمل او ممكن ينعرض عليك عمل جديد او ممكن تتمم بعض الامال او تنجز بعض الامال ولكن هي فترة مرهقة لانه العمل بزيد بهاي الفترة بتحاول بخلال الفترة القادمة الظهور بمظهر القائد المنظم اللي بتحترم كلمته بين الاخرين فعشان هيك ممكن تدخل بمشاكل مع زملائك بتلقى على عطقك الكثير من المهام والمسؤوليات الجديدة وبتحس في بعض الاحيان انه العمل اتراكم او انه في نوع من انواع التقصير فبتضطر للعمل لوقت اضافي اكثر بتكون مسؤول في هاي الفترة عن اشخاص غرباء عنك او اطفال يعني غالبا بكونوا اطفال بتشفق عليهم بتحن عليهم بتهتم فيهم اكثر فعشان هيك هذه من المسائل الاساسية بدك تنتبع لصحتك بسبب بعض الضغوط بالعمل اللي ممكن تظهر على شكل اعراض مرضية لاس هي ما في العمود الفقري في اسفل الظهر التشنجات عضلية برضو هاي من النقاط الاساسية واحذر ايضا في بعض الاوقات الشهية بتكون مفتوحة للطعام فهذا بسبب زيادة بعض الوزن برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا دخول الشمس للبيت الخامس عندك بيت العاطفة بيت الحب بيت المال بيت الابناء يعني بعطيك طاقة عالية جدا وقدرة على التقرب من الاخرين واكتساب مودتهم كثير من الفرص المالية اللي بتظهر بين وقت وآخر في فرص عاطفية كثيرة ايضا بالفترة هاي للارتباط او توطيد العلاقات او البداية بعلاقة عاطفية الكثير من الاشخاص من موليد برج العقرب بيبحثوا عن علاقة ارتباط حقيقية وتكون هاي الفترة هي الانسب بالنسبة لهم اما المرتبطون فهنا بيعززوا علاقتهم العاطفية وبيدفعوا بها الى الامام بشكل ايجابي ممكن تمر فيكم هيك خلال نهاية الشهر فترة غير مريحة يعني قليلا مش كثير عليكم الحذر من بعض المبالغات فحاولوا انكم ما تفرضوا سلطتكم على احباكم وايضا حاولوا انه ما تبادلوهم بالمشاعر الفاترة خلي في نوع من انواع الحمامية الحميمية وايضا ما تبالغوا بملذاتك والترفيه والتجميل والاشياء اللي زي هيك ودرسوا خطواتكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا لا شك انه في الفترة هاي انت من الاشخاص اللي برضو في بعض التأثيرات السلبية لانه في مسؤوليات في بعض الامور اللي تتعلق بالبيت بالعائلة هي اللي بتكون اكثر شيء ظاهر بالفترة القادمة يعني العقار البيت العائلة افراد العائلة المناسبات الاشياء هاي حتى المشاكل اللي تتعلق في هاي الامور هنا بتحس بالرغبة بالانعزال في بعض الاوقات والهدوء والابتعاد عن الناس كما انه ممكن تشعر بعدم الرغبة في القيام باي شيء اه ممكن تسأل نفسك احيانا عن السبب الجواب يا عزيزي انه وجود الشمس في برج الحوت بيسبق هي زاوية تربيع مع برجك اه فهذا شيء بينعكس عليك بهاي الطريقة لكن هذا ما بيمنع انه وجوده بعطيك تأثيرات ايجابية الاسيما الاشخاص اللي بيشتغلوا بمجال العقارات او بيع الاراضي بيع شراء استئجار بيت جديد او شراء بيت جديد او ادخال تحسينات بالديكور الجديد مثلا او بعض الصيانة والترتيب او ضبط الامور داخل البيت وايضا في اشخاص بكونوا مثلا في خارج البلاد او مسافرين بيرجعوا لارض الوطن والاحتفالات والمناسبات والافراح العائلية ايضا بكون لها نصيب بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا وجود الشمس في البيت الثالث فهذا بعطيه طاقة ايجابية نوعا ما ابتجد نفسك مليء بالطاقة والرغبة في التنقل والسفر القريب والحوار والنقاش والقيام ببعض الرحلات المباشرة بتكون بهاي الفترة انت صاحب طبيعة صادقة وصادم احيانا حاول انك يعني تجامل شوي لانه بالفترة هاي انت بتفقد عنصر المجاملة فما بتجامل احد ممكن تفقد بعض دبلوماسيتك وبتكون صريح لدرج كبيرة بتجري كثير من الاتصالات العملية لضبط وتنظيم الامور المتعلقة بذلك الطلاب المدارس بيجدوا انفسهم بيضعوا برامج دراسية للسير عليها بعضكم ممكن يرغب في شراء سيارة او اجهزة الكترونية او اخذ دورة تعليمية جديدة وهي فترة مناسبة لهاي الامور اللي بيشتغلوا ايضا في مجال التسويق بيجدوا انه عندهم قدرة عالية جدا على الاقناع والحوار والنقاش واقناع الغير بوجهة نظرهم يعني على المستوى العاطفي بتنشط تنقلاتك مع الاحبة بشكل كبير او التواصل ومنكو ممكن يبدأ بعلاقة عاطفية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا لدخول الشمس لبيت مالك بيمدك بالطاقة اللازمة لكسب المال من مجهودك الشخصي يعني عمل اضافي او اعمال يومية برضو مستردات هباد دعم اشياء من هذا القبيل يعني في فرص للامور المالية عندك كثير من الفرص في هاي الفترة لكسب المال هاي فترة مال بامتياز مناسبة الدخول في عمليات مصرفية عملات بنكية في عندك بعض الاموال المستحقة سابقا ممكن تستردها في هاي الفترة يعني بظل تفكيرك منصب بشكل عميق على فتح مشاريع جديدة او ذات سمات واضحة لكن بدك تنتبه من الدخول في مغامرات مالية غير محسوبة او التعامل مع اشخاص غرباء عنك او نصابين او محتالين فحاول انك تدرس المشاريع بشكل جيد وما تغامر يعني بطريقة انه اي شخص يغرر فيك باي فكرة او موضوع انت بحاجته فيتغرر فيك وتكون ضحية للنصب والاحتيال برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا نرجع ومنعيد كل عام وانتم بكل خير طبعا وجود الشمس في برجك يعني انك راح تعود لنشاطك المعهود شيئا فشيئا يعني بمعنى اخر مش من اول يوم الشمس بتدخل على الحود موليد مثلا انه الخمسة عش ثلاثة او واحد ثلاثة يجي يقولوا احنا ما حسناش بالفارق لا هي لما يوصل عيد ميلاد كل شخص منكم هي بداية سنتكم يعني هي بداية سنته هي اللي الشمس بتلقي بنورها عليه بشكل كامل وبتمنحه الطاقة الكاملة ولكن التعب اللي حسيت فيه بالفترة الماضية بيبدأ تدريجيا يقل شوي شوي بتسترد قدرتك على التأقلم مع الوضع الجديد بتمنحك الشمس القدرة على الانضباط والتفكير العميق عليك ترتيب امورك من جديد لا يمكن الانطلاق بدون انك تنهي اي شيء تراكم من قبل لازم تنهي لان انت كنت بشهر تنهي اشياء عشان تبدأ سنة جديدة فلازم تنهي الاشياء وما تخلي فيه امور متراكم عندك استفيد من الجو الفلكي الايجابي لا سيما كمان فترة الزهرة وعطارد راح يكونوا موجودين في برجك وهذا بيدعم تأثيره للشمس بشكل ايجابي اكبر من كل الجهات من جهة ممكن تسترد بعض الاشياء المفقودة من فترة او ممكن انت بتكون تنتظر اشياء من فترة طويلة ومش قدر تاخد جواب عليها الفترة هاي بيجيك الجواب والاخبار السارة اكثر فاكثر وحتى صحتك بتتحسن اكثر فاكثر هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء نعم 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 اشتركوا في القناة